استفاق عمال كازينو لبنان على قرار من مجلس إدارتهم يقضي بصرف أكثر من 190 موظفاً على اعتبار أنهم غير منتجين الخبر هذا استدعى استنفاراً عاماً في صفوف الموظفين والنقابتين العاملتين في الكازينو نقابة موظفي الكازينو ونقابة ألعاب الميسر الموظفون المصرفون نفذوا اعتصاماً وقاموا بقطع الطرق المؤدية إلى الكازينو لبعض الوقت قبل أن تتدخل قوى الأمن وتطلب فتح الطريق أنا عندي كان موضوع واحد من سنة بصوره أني أنا وقتنا قالت على الدبارتمن اللي أنا موجودة فيه اليوم هو جاست ريليشن وقتنا إحنا أربع صبايا صبية منهم كل 3-4 سنين ما بدي سميه مش موجودة وبتقبط ببيتها شهر الجاي بعشرين شهر بخلص على الاربع وستين بطلع تقعه درب 600 موظف بكازينو لبنان طلعت غير منتج مني فالل إذا فاللوا 191 اللي حتخلص مشكلة الكازينو لك مالح تخلص مش هاي المشكلة طبعه هن يراحوا مسكوا دينتهم بدل ما يروحوا يحطوا قصبهم على الجرح هذا مش جرح نطلب من المسؤولين واللي بيهتموا بهال الموظفين يجعوا يراجعوا كل هالأمور اللي صارت يشوفوا مين الخطأ وهان الصح يشوفوا مين منهم المنيح ومين المش منيح نحن مش منتجين لاش لأنه كبرنا بالعمر ولا لأنه جايبين أولاد نقابة الموظفين دعت إلى اجتماع طارق لبحث تداعيات الأزمة مؤكدة أنها لن تقبل بهذه الخطوة ودعت الأعضاء في مجلس الإدارة من هم غير قادرين على تحمل مسؤولياتهم إلى الاستقالة هذا فيما نقل الموظفون اعتصامهم من الطريق إلى داخل الصلاة باسد العريضي قناة الجديد